ولكن قبل أن ننطلق في هذه الساعة مع الزميلة نيلة أصليبي أهلا وسهلا نيلة أهلاً كم في جنقه وشربين؟ اثنين؟ ثلاثة؟ بس؟ هذا إفي كافي شو؟ عم يركض كمان لحالي كل الأمور كون شايفة يعطيك العافية نيلة لساتك نشيطة على إكس؟ نشيطة على إكس أصلاً خففت من زمان المنصات الاجتماعية عليل يعني بدخل فقط لحتى يأما شوف بعض الأخبار إذا في أخبار وبحط البرامج اللي عم بعملها النشرة الرقمية أو بس أكتر من هيك أو أحياناً بشارك بمقالات مهمة من ناحية الذكاء الاصطناعي أو مشاركات تانية بس مبدئياً مع منصات اجتماعية صراحة أنا خلاص صار وراي صار وراي مبرر تغييره اسم تويتر لأيكس بس لسه ما عم بتعوض يعني هو مبرر لأنه إيلون ماسك كان عنده فكرة براسه لما اشترى لما اشترى تويتر ولكن أنا المأخذ اللي كان دايما بوجعني إنه ليش اشترى تويتر لحتى بالنسبة لأله يعمل أو التطبيق السيبر أب أو التطبيق كل شيء everything أب يعني نحن متابعين إيلون ماسك من أول ما بلش يهتم بقصة إنه يبعث نكازات لما كان يغرد بوقت التغريدات قبل ما يحط إيده على تويتر شو صار اسم التويت هلأ إكسس إكسس يعني كأنك بفيلم إباحي أصلا 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 هلأ بالنسبة لألي لما بكون على منصة تويتر أنا مش هتعود قول إكس تغير نهائيا يعني جزريا بعض الأشخاص أصلا الأشخاص اللي كنت تبعوهم بالطال تشوفهم لأنه أنا ماني أخذي اشتراك كان اسمه تويتر بلو هلأ صار اسمه إكس بريميوم ماني أخذي اشتراك والأشخاص اللي كنت عم تابعون يلي أخذوا اشتراك إيام بشوفهم اللي مش أخذين اشتراك ما عم تشوفهم نهائيا أو بدأ ابحث عنهم أنا عادة نتابع يا أما الخبراء يا أما الصحفية يا أما الصحف والمجلات المتخصصة هلأ تغير الألغوريط انتبعه هلأ ما بشوف الألون ماسك وجمعك يعني كل اللي بيبخر بألون ماسك بلاقيه على الموقع على المنصة وكل اللي هو متطرف إلى أقصى إن كان أقصى اليمين أو أقصى اليسار مع كل الرهاب الموجود كل أنواع الرهاب بتلاقيها موجودة موجودة هلأ صارت أكتر تطلع بالفيد يعني تطلع بالفيد أكتر وصراحة ما عند بابا عندي الشعور إنه هذا موقع أو منصة فيك تناقش عليها خاصة هاليومين اللي صاروا مثلا كلبنانية الحوادث اللي صارت مؤخرا بس تطلع على المنصات الاجتماعية إن كان منصة التويتر هلأ أنا ما عندي فيسبوك وأنا برئب تيك توك عندي حساب ولكن برئب ما بشارك فيه كي شيء مخجل فعلا شيء مخجل حقا إنه تلاقي فيه منصات عم تعطي حرية التعبير وهي هون السؤال الأساسي إنه هي اللي بتقرر مين إلو حق يحكي ومين ما إلو حق يحكي وهنا جماعة دايما أنا هاي بشدد عليها إنه إن كان إلون ماسك ولا غيره غير منتخبين طيب أنتوا غير منتخبين مين عطاكم الحق إنكم تقرروا مين بحق إلو يحكي ومين ما حق إلو يحكي يعني بيدفع إن يكون فيه جيوش إلكترونية ما عجبها خطاب شخص معين تقول تعمل عليه بلوكات وتعمل عليه إنه إنه هيدا بينشر أشياء غير سوية وحتى لو كانت سوية لا يوقفوا له حسابه لأنه هن العدد أكتر بإنه يقولوا إنه هيدا إنه هيدا الشخص عم بينشر على مبدأ الأغلبية الجاهلة الأغلبية صحيح يعني هون صار فيه خلل كبير وهذا اللي حكينا فيه من زمان مع الدكتور أحمد عصم لما حكينا عن الخلل المعلوماتي يعني مع كل هاي التغييرات اللي عم بتصير على هذه المنصة وهيدا ما حكيت عن الأخبار المضللة معلومات المضللة يعني الديزينفورميشن كمان طيب كتحويله يعني كان بيقدر أول شيء يعمل تطبيق لحاله وما في داعي يعمل كل هالبلبلة وياخد تويتر ويشتريه ويغير اسمه ويغير أصلا صحيح غيره كتطبيق المشكلة مع أيلون ماسك إنه شخص هو عنده قدرات ذهنية أوية لا شك في ذلك ولكن يتأثر بأمور كتيرة يعني شفنا شاف هو كل ما حكي حكي بيحكي عن ويتشات ويتشات هالتطبيق الصيني نشأ على تطبيق دردشي تطبيق ألعاب كانت نشرته شركة تانسنت كيو كيو يلي بتذكره كيو كيو والساعات كيو كيو أنا بتذكر ويتشات أول ما كان يعني تستخدمه قبل الواتساب حتى صحيح ولكن كان اسمه كيو كيو فلما مش نهيك ممكن صار مو كوي كوي كويتور يعني التخرج ما قاله عليه أو جب بعد المهم لما بلش لما بلش ويتشات يجب التذكير بشغل كتير مهمة أنه الصين غير البلدان الغربية الصين غير بلدان غير الولايات المتحدة الأمريكية وغير أوروبا هون بأوروبا وبالولايات المتحدة وخاصة بأوروبا في عنا قوانين ضد الاحتكار وعندك مجتمعات عند بدائل كتير موجودة إن كان بالنسبة للدفع إن كان بالنسبة لسماع الموسيقى إن كان بالنسبة للفيديو إن كان بالنسبة لتبادل خاصة هو بالنسبة له بده يرجع أيام باي باي يعني بده يرجع الأيام الأكس دوت كوم القديمة خاصة هاي وبعدين إنه كل شي تعمل كل شي من خلال شوبينج تسمع موسيقى تهجل طيران كل شي يعمل تطبيق ولكن نسي شغلي إنه المجتمع الصيني غير المجتمع الغربي والأمريكي وحتى المجتمع العربي يعني نحنا كل يجب في وفاة لتطبيقات كما تحص عند المستهلك الأوروبي هي مش بس هيك هي مش بس هيك هي أول شي اختلاف ثقافات من جهة بالصين في عندك الحزب الشيوع الصيني هون ندخل بشكل كتير مهم إنه الحزب الشيوع الصيني اللي هو مسكيطر على كل شي بالصين هو اللي حمى ويتشات ليوصل لهون يعني قفزت قفز نوعية الصين من دولة الشيوعية إلى دولة الشيوعية رأسمالية يعني كيف التناقض هون يعني الصيني الشخص الشعب الصيني أو الشعب الصيني العادي ما كان عنده كمبيوتر يشتغل عليه ما عنده انترنت كل التطبيقات بالصين ما فيه ولا تطبيق غربي كله تطبيق صين المنشأ فما عنده إلا حل واحد ما عنده ما عنده كمبيوتر ونشرت فترة من الفترات انتشرت الهواتف الرخيصة اللي كان كل الشعب صار معه وتليفون يعني من خلال هالهاتف هيدا ما فيك تحط عدد كبير من التطبيقات عليه يعني بدك تطبيق واحد من هون نشأ ويتشات يعني هون لازم نعرف ليش نشأ هيك وليش إلا ماسك رايح على الحيط يعني أنا بالنسبة أينتشوفي انه ما حينجح في يعني أول شي في عندك قصة اجتماعية عندك قصة ثقافية وعندك قصة قانونية يعني عندك ثلاث اشياء هولي نعرف اليوم انه إلا ماسك منهو لجماعة السيليكون فالي الأغنياء والأثرياء يلي بيعتبروا حالو انه هن فوق القانون يلي بيعتبروا حالو انه هن بيلووا ايد القانون حتى يجي عليهم أي تطبيق بده يدفع بده يجمع كل هالخدمات هيدا يعتبر احتكار ويعتبر احتكار ليش وخطر على مين خطر على بيانات الناس يعني هيدا شخص واحد مثل اليوم ستارلينك شخص واحد عم بيتحكم بكل الاتصالات لأقمار الصناعية للعامة مش عم بيحكي عن المور وحتى العسكرية بالنسبة لأوكرانيا فالناس هون ما عم تستوعب انه هيدا هون هيدا شخص بحد ذاته عم بيكون رح يشكل خطر يعني هلأ ممكن ما عم بيشكل خطر لانه فيه قوانين ولكن اليوم اللي بتتت تفلت القوانين يتفلت من القوانين بويتشات الحكومة الصينية او الحزب الشيوعة الصيني هو المتحكم بكل بيانات الناس يعني بالنسبة لأله بيقدر يرائب كل أشخاص إذا شخص واحد بيستعمل تطبيق على كل الخدمات بيعرف انه هذا الشخص شو عم يعمل وشو عم يشتري وين عم يروح عندك السوشول ميديا عندك الشوپينج عندك التبادل للأموال يعني عندك يعني كل شي كل حياته موجودة عويتشات وحتى نعرف جائحة كورونا كيف لعب كمان دور بأنه كأنه ID digital ID ونحن اليوم بأوروبا عم في مشكلة مع digital ID لأنه الاتحاد الأوروبا يعمل digital ID وفي ناس عم قولوا لك لا ما فينا نعمل digital ID لأنه صرنا أرقام ونطبع بأي مكان فهذا من جهة من جهة تاني المصارف موجودة بالولايات المتحدة وبأوروبا يعني الناس عندها ثقافة المصارف عندها ثقافة وخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية في عندك شركات ضخمة تشتغل مع بطاقات الاقتمان وبطاقات التسليف وإلى آخره وكمان هو بالنسبة لأله كمان وإيلون ماسك أنه كمان بالنسبة للتطبيق طبعه أنه بدي حد بالتطبيق كمان أنك تدير الرهانات طبع لك الرهون طبع العقارية العقارية والأسهم طيب إذا أنت بدك يعني هاي دي ما هي ويتشات يعني إذا بدك تعمل هالمجموعة كل هاي دي تطبيقه أحد كيف بدك ينجح ويشتغل مع ناس معوّدين عندهم مثل ما قلت أنت عويدهم على تطبيقات معين وشغال مهم كتير قبله جوجل وما يتجربوا وما نجحوا يعني هن عندهم قدرات تقنية وأموال بتغطي لأيلون ماسك طيب آخر سؤال بسرعة يعني شعبية إيلون ماسك ما أحدا بنكر أنه ما عنده شعبية لما غرّد عن عمولات الرقمية طلعت قيمة السوقية بشكل كبير سبقتني سبقتني على الكلمة كنا بدي أقول لك الأشخاص الوحيدين اللي عندهم ثقة في أنه يكون عندهم تعامل مادة مصرفي بالأبليكيشن أو بالسوبر أب تابعيته هن الفانس تابعوا له هلأ ويهن كتار يعني أصلا كتار وين كتار وين ما بعرف ما بعرف يعني هاي المشكل مشكلة أنه نحنا كنا نقول السوشيل ميديا السوشيل ميديا هي مكبر الصوت فهي مكبر مكبر لأمور كتير يعني بيكون عندك شخص يعني مثل لحة ديزينفورماشي يعني نحة المعلومات المضللة بيكون عندك شخص أو شخصين ورا خبرية وبعدين بتصفي كأن العالم كله ورا هالخبرية أو هو أو في شيء واقع يا جماعة انتبهوا السوشيل ميديا ما هي إلا منا ميديا هي هي مكبر للصوت ومفتوحة على كل الاتجاهات وكل الاحتمالات ومن هون على كل أحوال بعرف أنه ما عندك ما عندي وقت المستقبل المستقبل يمكن يقول لي أنا مخطئة أو أنا بس أنا هدا اللي بشوف وحسب تجربتنا معي يعني عادة بتشوف الومون كسيرة مثل هلولوا أنه رح يقتل لتويتر سريتس عم بيموت شكرا شكرا يا أهلا يا أهلا